اليوم في إطار الاحتفال العالمي للعيد الشغل فكان هذا اللقاء المهم الذي نضمه هذا العام الشغالين وكانت فرصة باش أننا نبلغو ثلاثة رسالات كبيرة الرسالة الأولى وهو أننا أولا في درف سنة وقاوة تحسن وعمل كبير للدار في إطار الحوار الاجتماعي لا بالنسبة لتحسن الضغل والزيادة لحد الأدنى للأجور لا من خلال كذلك القضية ديال المعاشات باش أننا فينا كل تسعين في المئة ديال المعاشات باش ما يفقوش خصوة ضريبة على الدخل وبالتالي وقع تحسن ديال المعاشات واللي وصل بالنسبة للقطاع الخاص خمسة في المئة على الأقل وزيادة على المجهودات المبدولة من أجل خلق فرشور مئة ألف ديال الشباب استفدوا من أوراج سنة إن شاء الله ستكون مئة وخمسين ألف زيادة على المجهودات المبدولة من خلال الأوراج الكبرى لدفع جلال الملك بالنسبة للجهزة التحتية وبنسبة للإستثمارات الكبرى لوصلة 300 مليار درهم زيادة على ميطاق جديد للإستثمار لتشجع على الاستثمارات الخاصة والتي تشجع على الاستثمارات في الأقالم وهذه أول مرة أننا ندفعناه افتجاه ديال الأقالي من نائية سيكون عندها دعم كبير للا باش الناس يجيوا استثماراتهم لأن حتى هذه المناطق تستفيدوا من خلق فرشور ولداتهم كذلك يلقوا الشور في المناطق دياله أولا يحتفي الاتحاد العام شغالي المغرب بالعيد الأممي للعمال وأعتقد مناسبة لتقييم أولا ما تم التفاق عليهم الحكومة خاصة حوال الشيماعي الأخير وأعتقد بينه كين مكاسب عديدة نفتخر بها ولكن كين كذلك متطلبات أخرى خاصة نعملوا عليها في طال جولة جديدة والمتعلقة أساسا الحماية للحرية النقابية وتحسين الدخل ديال طبقة الشغالي المغربين وفي هذا الباب تشكلت الجنان بالحكومة والنقابات من أجل العمل ويفقى جندا معينة على أننا نعطو حلول فيما يخص تحسين الدخل ديال طبقة الشغالي المغربين من هنا لسبتمبر باش تكون سريع المفعول في بداية السنة القادمة نعتقد كذلك بأنه مجمل الأشياء التي تحققها قطيافة صالح الطبقة الشغالي المغربية بالرغم من الظرفة الاقتصادية الصعبة واللي كان نطلب من الجميع التضامن وتكاثف الجهود باش نتجوجها جميع للمصلحة العليا ديال المغرب والمصلحة الطبقة الشغالي المغربية اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد وذلك بتفعيل الجرس والضغط على الزر اشتراك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة